كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النأب الماس فاضل عن أسباب تأجيل التصويت على الفقرة 15 من قانون الانتخابات المتعلقة بعدد دوائر الانتخابية في جلسة السبت الماضي وقالت فاضل إن عدم إرسال بعض الكتال السياسية ملاحظاتها عن الدوائر المتعددة وحجمها وعددها أدى إلى أن ترتأي اللجنة القانونية ورئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت إلى حين انضاج القانون والاتفاق عليه بشكل كامل وأكدت أن الاتفاق بين الكتال السياسية على تحديد عدد معين للدوائر المتعددة قريب جدا بعد أن تم استبعاد العودة إلى الدائرة الواحدة بشكل كامل